السلام عليكم معكم طلال نقار تابع معكم بعرض خلاعة نقص الصوديوم وصلنا للحالة رقم 19 أو السؤال رقم 19 في عندي مريض عمره 65 سنة عنده كولانجيوكارسينومة متاساتيك ما نقائل عم يتم تقييمه لأطراب نقص الصوديوم بالنسبة لكولانجيوكارسينومة مشخصة من سنة تقريبا أخذ خمس أشواط من العلاج الكيباوي كان مؤلفة من السيستاتين والجيمي سيتابين من شهر تقريبا كان آخر جرعة أخذها بالنسبة لمرضه أو الكانسر عنده هو بروغريست حاليا هو بالمشفى عنده عدم القدرة على تناول الطعام حاليا عم يتلقى 300 ميل من الفريووتر فلاش كل 8 ساعات يعني عم يأخذ بالنجي تيوب غالبا ماء حر بيعطوه كلت من ساعات 300 ميل حاليا ما عم يأكل بسبب الانتوليرانس إنه عدم تحمل الطعام فهو فقط ربما على تناول الماء بالنسبة لفحصه فحص السريري ضغطه 100 على 60 نبض القلب عنده 102 عنده أناساركة يعني وزمارك معممة ورحصه كان كلمتها الحربية إيش كانت نقص أو انخفاض بسماء الأصوات الرئوية من قاعدتين الرئويتين من الفحص البطن طبيعي متمدد أو لين متمدد ما في سوائل ما في دلت برقشن يعني أصم بسموه بالنسبة لبقية الفحص العصبي غير ما في أي شيء مميز بالفحص الثاني كمية البول بال 24 ساعة عنده اللتر بال 24 ساعة بالنسبة لتحاليل التحاليل عنده مثل ما أنه عم يتم تقييم ولا نقص صوديوم من أسبوع تقريبا كان صوديوم عنده 133 حاليا صوديوم 125 البوتاس الالبيومين 2.2 عنده نقص تغزية واضح حلولية المصر عنده 265 مجرد قلت لكم حلولية المصر 265 مع صوديوم 125 فهذا نقص صوديوم حقيقي ترو هايبوناتريميا بالنسبة لتحاليل البول عنده عنده الصوديوم بالبول أقل من 20 واضح أنه الكلية عم تحبه الصوديوم الكرياتين 40 الأزمولانيتي بالبول عنده 97 هذا بول ممدد فبالنسبة للTSH والكورتيزول كانوا طبيعيات شو هو التشخيص الأفضل أو الشرح الأفضل لحال هذا المريض بالنسبة للصوديوم هل هي Low Solute Intake؟ هل هي متلازمة السيادج؟ هل هي Salt Losing Nefropathy؟ هل هي Lipoprotein X Accumulation؟ هل هي هايبو موليميا؟ الخيار دي هل هو خيار مقبول نحن عنا تروح هايبو ناتريميا Lipoprotein X تذكروا أحد الحالات العربطة ما بتذكر شو كان رقما كان Lipoprotein X هو أحد البروتينات أو اللبس اللي بيتراكم بحالات الريارقان الإنسدادي وبيساوي Sodo Hypoprotein X بيكون وقتها الأزموليتي بالسيروم نورمال فهون الأزموليتي منخفضة بالخيار دي غلط هلأ البول ممدد كتير كان 97 بالنسبة له هدول الحالات Salt Losing أو الهايبو فوليميا أو السيادج كلهم بيترافقهم مع ارتفاع الADH فالADH هون كان ما له مصبط البول ممدد تماما فالهايبو فوليميا ما تصبط رغم النمارين ربما عنده عراض هايبو فوليميا Salt Losing Nefropathy رغم الكرية هون بهالحالة عم تحب الصوديوم وإذا انتم هاتوا الصوديوم باليورين كان أقل من 20 فصعب شو يكون انه هاده صوت Closing Nefropathy السيادج مثل ان الADH مصبط عند هذا المريض واليورين أوزموليتي كان 97 فما مرتبط عليها فالLaw Solute Intake خيار جيد ليش لا؟ تم كمية البول مرجع بشوف يكون الحالة الأزموليتي تمع المريض 97 بالليتر أو بالكيلو كمية البول بال24 ساعة أصلاً لتر وهو عم يطرح بال24 ساعة 97 ميلي أوزمول فالمفروض إذا عم يأكل أكل جيد أنه يطرح بالحمية الغربية بالحمية الغربية عم يأكل مثلاً لحم وغيره المفروض يطرح 700-900 ميلي أوزمول بال24 ساعة وهذا المريض عم يطرح فقط 7 ساعة فهو فعلاً ما عم يأكل بشكل جيد وهذا الشيء بالقصة موجود عم يشرب مي 300-900 ميلي أوزمول يعني عم يشرب لتر باليوم وهو انتلرس فما عم يأكل فهذا هي مشكلة المريض أنت بحاجة ربما تعطي تغذية وريدية ربما تعطي تحاول تغذية فموياً وإلا ما حيتصلح معك نقص السوديوم عند هذا المريض برجع بذكركم أنه الكلية الطبيعية لحتى تقدر تطرح أو الكلية لحتى تقدر تطرح الماء الحر لازم يكون فيه ثلاث عناصر متوفرين فيها لازم يكون الـ GFR طبيعي وكلما نخفض الـ GFR بتنخفض قدرة الكلية على طرف الماء الحر وإذا شرب المريض أكثر من قدرة بيتراكم السوائل عنده النقطة الثانية أنه يكون نطلع على الـ Osmo Light Load قديش عم يشرب وياكل قديش عم يأكل يعني مش عم يشرب عم ينتج ملح أو صوديوم ويوريا لأنه من خلالهم بيقدر يطرح الماء والنقطة الثالثة تأثير الـ ADH عليه قديش قدرته على تمليد البول أو تكثيفه حسب مستوى الـ ADH عنده وثلاث عناصر إذا كان له بالحالة المثالية ما بيحبس سوائل إذا كان في إختل واحد منهن بيحبس الماء السوائل وبينزل الصوديوم عنده فمثل معنا هي Low Solute Intake أظن شرحتها ما برضها خليكم تقرأ السلائلات إذا بدكم ما في داعي أرجع عيد الكلام هي True Hyponatremia مثل معنا ما هي الصوديوم الصوديوم عم يشرف عيد شرحها أنه بيكون الأوزمولاتي بالسيروم بتكون طبيعية اليورون الأوزمولاتي أقل من 100 وبالتالي ADH مثبت الصوديوم أقل منخفض وبالتالي هذا بيقترح كله مع بعضه أنه عندي Low Solute Intake مثل ما شرح كمية الأوزمولاتي 24 ساعة مثل ما أنها هي الأوزمولاتي ضرب حجم البول فهي منخفضة أقل من 600-800 حوال 700 طبيعي بالنسبة للسيادة تشون بهذا المثال ربما حترقوا على الأرقام مختلفة أنه بتحدث هي شائعة مع الماليغنانسي ربما تحدث حتى 15 مئة مرضى Small Cell Lung Cancer لأنه بيصيف عندها الإفراز الADH بحد ذاته و3% من مرضى Head & Neck ف15 مئة مرضى Small Cell Cancer بيكون معهم سيادة هذول المرضى بيكون متعبين بالتدبير بالمناسبة لأنه هذول حيتم الإيدي إش مو عندهم عالي فهذا ممكن تبطر تعطيهم أنت تولفاتان حتى تصلح لناس السوديوم عندهم بالنسبة لكيموثرابي من الأدوية الشائعة اللي بتعمل السيادة فينك السايكوفوسومياد والفينكريستين المريض يأخذ بالمناسبة كان سيس فلاتين سيس فلاتين اللي تذكروا كانت بيعمل Sult Losing Nefrobotic بيعمل اعتلال كله مضيع للملح وما بيعمل السيادة حكينا هل حكي الريناس قاليته أنه بيعمل تأذية بالأنابيب وعرضنا حالي ربما ترجعوا شوفوها أو اللي هم تابع الحالات بيكون مرأة عليه بالنسبة للهايبوفوليميا الهايبوفوليميا بتعمل الميكانيزم بتعمل رفع لل ADH هلأ مرضى الكانسر عموماً عم نحكي عن هايبوناتوميا ما عم نحكي عن السيادة بتصل حتى 76% مرضى السرطان عنده نقص السوديوم هلأ مو كل نقص السوديوم بيكون مشكلة بالأرقام هتشوفوا أرقام مختلفة بسلايداتي لأنها يأخذها من أسئلة حقيقة وكل سؤال بيعتمد على مراجع مختلفة أو دراسات مختلفة تعريف نقص السوديوم بحد ذاته فيه خلاف يعني هون عم نحكي عن هايبوناتوميا إنجينا الأقل من 535 وبالتالي شائع جداً حيكون بمرضى السرطان ربما شويت سوائل زيادة حسين نقص السوديوم وقلنا 125 أو 130 أو 120 كطوين تبعنا هيتغير النسبة أكيد هون عم نقول سبع خلينا نرجع صليح كلامي ومن هذول المرضى مثل ما قالنا نفس السؤال كان عم يقول أو نفس المرجع كان والـ 15% منهم عندهم السيادة فموكل صوديوم السيادة بالمناسبة عم يعطي أرقام مختلفة صراحة أنا عم نقول السؤال مثل ما هو بس مشان يعني ما يعني هذا الأرقام ما لا قيمة إذا ما كنت عم تطلع الدراسة نفسها وأنا ما حبيت إذكر الدراسة لأنها موجودة بالسؤال لما نسخته بس ما كتير عملي هذا الكلام ما بعلم يعلم مع الآخر بالنسبة للـ هايبو نتريميا بحد ذاتها تترافق مع زيادة المورتاليتي تترافق مع زيادة نسبة السقوط السقوط المتكرر إذا بجيك مستمع على عيادتك وعنده سقوط متكرر شيك الصوديوم عنده ربما يكون هو سبب هذا الصوديوم السؤال رقم عشرين عندي مريض أو مريضة وعمرها سبعة وستين سنة عندها قصة سرطان رئة صغير الخلايا عم تشوفها بالعيادة عم تشكي من أعراض تعب عنده مترافق مع العلاج الكيموي وين عم تاخده بالنسبة لها عم تحكي أنه شهيدة منخفضة عندها نوزيا عندها غثيان ما عندها حمى أو إسهالات بالنسبة لأصلتها للمرادية السابقة في عندها ارتفاع ضغطه عندها هايبو ثيروديزم ويذكر الهايبو ثيروديزم بحد ذاته لا يمكن يفسر نقص صوديوم إلا إذا كان ميكسو أديمه ما في أي سبب تاني لنقص الصوديوم الكيمو الثرابي طبعا هون بقى نقطة لكن ما بدك تشوف مليد سرطان أو غير سرطان لانت تطلع علاجات تبعها وعندك حالة نقص صوديوم بدك تدقق بالأدوية اللي عم ياخدها وتبحث عنها هل هي بتسبب نقص صوديوم أو سياريتش أو غيره لا يمكن تحفظ كل الأدوية طبعا فعم تاخد هالدواء صراحة في حياتي ما مهر عليه حتى ما بحثت عنه شو هو صراحة الأتيزولوزيموم الكاربوبلاس الكاربوبلاتين الأيتوبوزايد كمان عم تاخده بالنسبة للأدوية العادية تاخد أملوديبين أتوربساتين وليفوثيرابسين هاي هي تحالية الصوديوم عندها من ستة شهر تقريبا كان الصوديوم عندها 130 من شهرين عندها 132 وحاليا عندها 131 لاحظوا أن الصوديوم عندها دوما بالحد الأدنى أو حتى مخفض بس يعني مديرت خليل نقول أو مائلت هايبوناثريميا البداية هم دائما الطبيعي بالكلورايد البايكارب البيوان الكرياتين وهي دي تي اس ايش تبع فعندها كرونيكلي هايبوناثريميا مائلد بسؤال هون ربما سؤال تثقيفي ما هو الاختلاط الأشياء اللي ممكن أو لأكثر نسبة انه يحدث عند هايبوناثريم هل هذا بيزيد من المرتاتة تبع السرطان الكنسر اللي عندها هل حيساوي لها سيجر هل حيساوي لها انتستاين الديس موتيرتي اضطراب بحركة الأمعاء هل حيساوي لها سيمتماتيك هايبوثيروديزم هل حيساوي لها زيادة بالنسبة لحدوث الهيب فراكشنز اظن هذا الشيء شرحناه عدة مرات او بالمقادرات النظرية وحتى بالاسئلة العملية وربما بالسؤال السابق كل هدول نحن نحن نحكي عن مائلد هايبوناثريميا سيجر و سي و دي كلهم هدول موضوع النقاش انه هل هي هايبوناثريميا هو الانديبيندان فاكتور بحد ذات وريسك فاكتور يعني اذا مريض سرطان صودم عنده نازل بحد ذات ومقارنة مريض سرطان صودم عنده نازل هل المرتدي اعلى عند مرضى الصودم النازل هذا الديبيت مقابل هيب فراكشنر اللي هي ربما اكثر وضوحا انه مرضى نقص الصودم عندهم زيادة بحدوث السقوط والاوسيوبروسس والكسور حتى فالخيار الصح هو الخيار ايه حقيقة؟ بالنسبة للمرتاليتي هون عم طبعا اه طبعا الهيب فراكشنر اللي هون عمير جعيش رح لهايبوناثريميا مع السرطان وعم بيقولك انه هي شائعة بمرضى السرطان انه الدراسات متضاربة عن انه هل هي independent or dependent risk factor for هايبوناثريميا اه ما هارج اقرأ كل السلايد خليكم اذا بتحبوا تقرؤوا اعطيكم وقت ثبت السلايد وتقرؤوا ما رفزة فيه تعليق اضافة انه بزيد نسبة الاوسيوبروسس هو independent بالنسبة لله الكسور اه هاي الدراسة اللي ذكرها ما ذكرت شو هي الدراسة بحد ذاتها بس يعني عم يعطيك انه نسبة حدوث الاوسيوبروسس كانت اعلى ب 2.25 مرة مرتين وربع تقريبا قياسا بمرضى normal sodium صوديوم تبعون ايوناتريميا هلا عم يناقش يعني عم يعيد كل يعني هو عم يجمع كل الدراسات مرتين ما حبيت اذكر مراجح لي ما هي محاضرة تثقيفية عن هايبوناتريميا والكسور بس هذا الشيء ممكن ترجعوله اذا بتحبوه وتعملوا محاضرة عن هالموضوع بالذات وتثبته انه فعلا بالدراسات انه نقص الصوديوم يترافق مع زيادة نسبة الكسور هلا بالنسبة الكانسر هون عم يحكي انه الدراسات متضاربة حقيقة فيه دراسات اثبت ان زيادة الوفيات as independent risk factor independent يعني عام المستقل والوحدة التانية اعتلى انه dependent ما كان فيه فرق لذلك الجواب ما بتقدر تقول بثقة انه دوما انه نقص الصوديوم بترافق مع زيادة الوفيات بمرضى السرطان هاي اعادة الدراسة small versus sun small فالرابط اقوى بين السؤال الاخير بهاي الجلسة في عندي مريض عمره 47 سنة عنده هو heavy drinker هو بيشرب كحولة زيادة وعنده liver dysfunction عنده اضطراب الكبد اذية بالكبد غالبة سببها الكحولية حاليا مدد خمس سنوات هلا هو بيشرب حوالي عشر أنا نبيرة باليوم يعيش وحيدا بظروف سيئة العائلة هي اللي جابته على العيادة ربما احد قاربه شافه انه بوضع ماه جيد في عنده gate instability في عنده اضطراب بالمشي بالنسبة لفحصه الغلاس فولكومس كيلة طبعا 15 ضغطه 120 على 60 نبضه 70 عدد المرات النفس 14 saturation 98 والحرارة 36.5 وزنه 60 كيلو أو 59 كيلو وفي عنده يرقان بالملتحية فمريض كحولي عم يشرب كتير عنده liver dysfunction وحاليا في عنده اعراض لنقص الصوديوم gate instability طبعا بدون ما اعرف التحاليل سقول انه هنا الصوديوم لاني عم احكي مخاضرة الصوديوم ولانه غالبا هذا هو الاضطراب اللي بيصير عن هذو المرضى الآن بتحاليل الدم عنده اذا بتشوفوا التحاليل البروتيين عنده 6.3 القلب ومين نازل شوية ثلاثة البون 6 الكرياتينين 0.5 لاحظوا انه وزنه كان 59 هذول ما بينجو كرياتينين ابدا فهذا الرقم بيخدع فكرة اليوريك اسي 5.5 الصوديوم 120 البوتاسيوم 2.8 كلاهما متخفضين لوراية 70 اللوكوز سكر 80 والاوزمولاليتي عنده 260 فهذا true hyponatremia انا رأسا طلعت على الصوديوم 120 الاوزمولاليتي بالسيرون 260 فهو true hyponatremia هلا لما نجحة الحالي للبول طبعا اكيد صرته لازم روتين تطلع على صوديوم البول على بوتاسيوم البول مشان تعرف شو الوضع قارن الصوديوم مجموعا مع صوديوم المصلة صوديوم البول بوتاسيوم البول منخفضين وهذا بيتناسب مع مرضى الشمع مرضى الكبد لانه الكبد او الكلية بهديك الحالات بتحس او بتشعر بانه نقص بالحجم الفعال وبتالي بتحبه الصوديوم هذا هو مشكلة هذا بالمرضى هلا الاوزمولاليتي تبعا اليورن كان مية وهذا بيقلك ان البول ممدد معتها ما في افراز للADH فمريض تشمع هون بها الحالة في سبب لنقص الصوديوم عنده ما بتناسب مع الحالة النموذجية انه مرضى تشمع بيكون في عنده النقص بالحجم وبالتالي بسي نقص حجم فعال وبالتالي بسي من التفايل الADH فهون هنا نشخصو له لا هذا ما هو الهايبوناتيمية تماموه سبب تشمع الكبد وانه سبب هال PLB اللي هي شرب الكحول مع نقص الوزمولايت نقص التغذية معنا آخر شرب سوائل زيادة مرخفض التوتر الحلولي اللي هي التشخيص الثاني اللي هي النمط يعني الحالة التانية اللي بتشبه مين بتشبه المتلازمة الشاي والبسكويت بمعنى آخر فهنا نشخصوه بيربو تمانية بعد 24 ساعة بلشوا يصالحو له طبعان عوضوله ما اعرف شو عوضوله بالضبط غزوه مثلا او غيره بعد 14 ساعة سيروم صود يطبعه نط او ارتفع حتى 132 البوتاسم كان 2.8 حاليا 3.1 وما في عنده اعراض تانية المريض بعده مثل ما هو فشو بي رأيكم انا لازم اعمل بهذا المريض حاليا فيه واحد من الخيارات هو الـ next step الافضل اجابك انت عم تتابع التحاليل تاني يوم وشفت انه هيك صار التحاليل الصوديوم 131 او 132 والبوتاسيوم 3.1 هل انت بتكمل المعالجة الحالية حتى يصل الصوديوم 135؟ هل انت بتكمل المعالجة الحالية حتى تروح اعراض المريض؟ هل انت بتزيد من تعويض البوتاسيوم لانه ساتر البوتاسيوم عنده نازل يعني 3.1 متعوض لها كمان هل انت بتوقف العلاج الحالي وبتراقب المريض بشكل حذر؟ هل انت بتوقف العلاج الحالي وتنزل الصوديوم باعطاء تعطي يعني D5 مع الدسموكسي اللي يحضر محاضرة الاضطرابات العصبية او الاختلاطات العصبية لنقص الصوديوم وتعويض الصوديوم لازم يعرف الجواب نرجع للإجابة الصوديوم كان 120 ونصار 132 خلال 24 ساعة مريض تشمع ومريض كبد كحولي ومريض كحولي رقم واحد ومريض اضطراب كبد او liver dysfunction غالب التشمع فمئة واثنين وتلاتين ناقص 12 هذا اعلى بكتير من الحد المطلوب تذكروا قدش الحد المطلوب بهدول المرضى نحنا عموما نسمح بالصوديوم حتى 8 تعويض ب 24 ساعة والمرضى عالية خطورة لل ODS اللي هو هذا المريض لانه هو كحولي لانه هو liver dysfunction لانه عندنا اس بوتاسيوم كلها هي عوامل خطورة لل ODS فهدول المرضى ما لازم يطلع اكتر من ستة فهذا الصوديم كان 132 هلا كان 120 صعب 132 خلال 24 ساعة لازم انه نزله ارجع نزله وإلا بيتأذى الدماغ بعد 4-5 ايام وما عاد في ولاته ساعة 8 دموت فانه هذا المريض لازم نزله الصوديم من 132 لل126 كيف نزله بعطيه D5 Water بقلكم من تجربة شخصية او من خبرة شخصية ربما لانه بيوم الايام كنا نعالج هدول المرضى بالعناية شو نعطيهن D5 Water تعطيهن D5 Water يعني سيرومات سكرية وما بتلحق لهم بيتموا الصوديم بيطلع عندهم لانه كل ما عطيتهم D5 Water زيادة هو Free Water هيطرح D5 Water بالبول هيطرح البول ممدد اكتر واكتر فلا يكفي D5 Water بكتير من الحالة بهدول المرضى لازم تعطيهن معه Dismopristine Dismopristine بها الحالة هون بيقفل الكلية بيمنع من طرح الماء الحر وانتهم تتحكم بالصوديم بالD5 Water عليك فالDismopristine بتعطي كل ست ساعات مثلا 2-microgram أو 4-microgram احيانا بتضطر له حتى ينزل يورم آلتبوط تبع المريض وتقدر تتحكم بتحايل الصوديم المتتابعة كل ساعتين قديش الصوديم في هذا المريض لازم ينزل الصوديم 132 للـ 126 بتحسبها للقاعدة تتحكم بالصوديم وانتهم تتحكم بالصوديم لازم تتحكم بالصوديم لانه تعويض البوتاسيوم هو الوجه الاخر للصوديم كل ما عود بوتاسيوم الصوديم هيطلع لانه البوتاسيوم هيروح داخل الخلايا والصوديم هيطلع من داخل الخلايا لخارج الخلايا هيكون خطير وقف العلاجات والراقب اكيد ما نكافي لانه انا صار عندي وردي تعويض كثيف فهذا هو الحل مثل ما قلنا خليني وقف عصلي ذات إذا بدكم توقفوا تقرؤوها خطورة المريض مالنتريشن الهايبو كريمة كلها والسيبير والفيري لو هايبو ناتريمة ما يتكال عندنا مية وخمساعة او مية وستمية وهو العامل الثاني اذا كان سبير هايبو كريمة هذا معامل الخطورة او دي اس عم نعيد عليكم بهذا المريض انا ما برفع 8 برفع 4 على 6 عم يحكي طبعا الهايبو كريمة ذكروا الهايبو كريمة ما هي خيارات صحيحة هيك بيكون وصلت لنهاية الجلسة هاي ننتقل بعدها الاسئة القادمة ان شاء الله تكونكم مستمتعين